الضغط على الحكام واستخدام الفزاعة بتاعت الحكام الأجانب والتشكيك في الحكام المصريين أولاً أنا عايز أقول حاجة مش معنى إن إحنا بننتقد حكم في مباراة إن إحنا بنهاجم الحكام المصريين أبداً لا إحنا عندنا ثقة كبيرة جداً في جميع حكامنا المصريين وهنفضل وراهم وفي ظهرهم إحنا كل اللي بنطلبه منهم إن هم يطبقوا العدالة العدالة على الجميع على الجميع علي كنادي أهلي وعلى الخصم ما تجيش علي في القرارات ولاقي ولاقي نفس القرارات دي أو نفس المواقف دي بتتغير قراراتها في مباراة تانية للخصم نادي الأهلي مساند وحيفضل مساند وفي ظهر الحكام المصريين كلهم وفي ظهر لجنة الحكام ولكن اللي إحنا طلبينه العدالة العدالة على الجميع آه ممكن يكون فيه أخطاء ممكن تكون أخطاء مش متعمدة وإحنا بنفترض حسن النية إحنا بنفترض حسن النية ولكن لما تبقى فيه أخطاء متكررة تدايق تدايق أنا بقول أخطاء متكررة مش عن عام دي لا سمح الله ولكن أخطاء متكررة وبعدين الأخطاء دي تشوفها في حدة تانية يتغضوا عنها فاللي إحنا بنطلبه إن العدالة تبقى على الكل وخلي بالك أنا عايز أقول لكم حاجة أهلي حتة التحكيم آخر حاجة يتكلم فيها نادي الأهلي يا محاقق بطولات بتحكيم مصر يا محاقق بطولات بتحكيم أجنبي إحنا بس بنطلب بنطلب إن امتحاد الكورة أو لجنة الحكام تحسن لاختيار فقط يعني ماتشات الأهلي وماتشات الزمالك وماتشات فرقة كبيرة لازم يكون حكم قوي عنده شخصية عنده خبرة مش مجرد حكم عايز يظهر في الكاميرا ويتشهر ويتصور ويزع ويعمل شوية حاجات بإيده لا مش عايزين كده مش يعني يعني نتمنى الفترة اللي جاية العدالة من الجميع جميع الحكام ما يكونش فيه حكم مهزوز حكم فيه تخبط في القرارات لا إحنا عايزين عدالة تحكمية على الكل يعني الموقف ده حصل في ماتش الأهلي هو هو نفس الموقف حصل في ماتش للمنافسين يبه هو هو نفس القرار مش أنت مش أنت تجيب لي حكم عايز يعمل شخصية فيجي على النادي الأهلي أو العيدة النادي الأهلي عشان يقولك إن ده حكم قوي أو يتأثر مثلا بالضغط اللي عليه من المفسين لا أنا عايز أقول حاجة واحدة بس بالنسبة للمطالبة بالحكام الأجانب من اللي بيطلبوا حكام أجانب دي حاجة ترجع للتحاد الكور وأهلا بأي حكام من أي مكان من أي حتة أهلا وسهلا بيكم الأهلي عايز العدالة فقط بس زي ما قلنا وبعده مهما تشت القمة طول عمرها أو مش طول عمرها فترة كبيرة جدا فترة الأخيرة كلها قدام نادي الزمالك دايما بحكام الأجانب مين اللي بيكسب في الآخر وأنت هتخوفني بحكام أجانب أهلا وسهلا بالحكام الأجانب أهلا وسهلا بالحكام بأي حكم الأهلي حصد 21 بطولة قرية بحكام أجانب وما كانش فيها تحكيم مصري دي النادي الأهلي بس عايز العدالة فبلاش ضغط على الحكام بالفزعة اللي هي بتقول ايه الحكام الأجانب وقته الحكام الأجانب عايز أقول برضو للحكام خلي بالكم الحكام إحنا وراكم ونتمنى التوفيق لكل الحكام المصريين ولكن راعي راعي في قراراتك إن اللي قدامك ده بني آدم اللعيب ده بني آدم وعليه ضغوط لما بيحس إنه هو تظلم لما بيحس بالظلم ولما يحس إن فيه أخطاء متكررة حصلت ممكن يطلع رد فعل ممكن يطلع رد فعل خاطئ أنا معكم ومتقبلين إحنا متقبلين بس يكون يكون العقاب على قد الخطأ يكون العقاب على قد الخطأ اللعيب ده لحم ودم بشر لما أنت تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه الوضع الطبيعي في الآخر إيه اللي هيحصل يعني ممكن أخطأ حدايق حزعل فيه لعيبة تمسك نفسها فيه لعيبة ما بتظهرش بتعمل هو مش موقف يعني حتى خلي بالكم لعيبة النازي الأهلي عارفين كويس جدا حدودها وعارفين إن فيه سقف مش ممكن يتعدى السقف دول سواء تعاملاته في الملعب فلو حصل خطأ منه من 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 لعيبة النادي الأهلي أكيد وصل للطب للقمة في حيث أنه حاسس أنه مظلوم فما تتبحنيش لازم تراعي لازم تراعي لو الحكم اللي في الملعب ما رعاش اللي برا يراعي خلص بقى الموضوع دوت وبعدين نروح بقى دلوقتي الماتش النهاردة يعني واجعتلكم دماغكم قدام المقولين وده ماتش صعب لإنه قدام منافس قوي جدا